اشتركوا في القناة 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 او واتساب او بلاك بيري بي بي ام او whatever فهاي الاشياء بتاخد عائلنا شوي للمكان هاي رقم واحد انه عشان نقدر تفوكس انه احنا تكتب نويز او انه احنا نقدر انه نقص الاشياء اللي عم تزعجنا او الاشياء اللي عم تجي من هون ومن هون ومن هون حال سو رقم واحد بظن انه احنا لازم نكون لما نكون مركزين بشي نكون مركزين نعطيله 100% نعطيله 100% اهتمام 100% اولوية فهذا احد الاشياء بس هاي اتوقف عندها بحس النساء شوي عندهم مشكلة انهم ما بيركزوا بالشغل 100% اما الرجال بيركزوا بالاشياء بعتمدش حوي على الرجال والنساء صح هي ما لها علاقة لا برجال ولا بنساء هيك دائما الفكرة مأخوضة هي لا لا خطأ انا برأيي انه مش صح لانه كله يتنائزة حددنا ايش اللي احنا بدنا اياه بنكون عارفين وين احنا رايحين لكن هي الفكرة انه احنا بنكون او مشغولين بمليون شغلة حوالينا بدنا نعمل هاي بدنا نتعلم هاي بدنا نسوي هيك وبيدي اروح هون وبيدي اسوي هيك فإن نتوقف ايش الاشياء اللي احنا بدنا اياها الفترة اللي جاي هاي كتير بتخلي اداءنا افضل وبتكون عطاءنا احسن مثلا قبل فترة انا رحت حضرت دورة ببرة بكندا هاي الدورة ضافت لإلي الشيء معين قبل ما اروح يعني عارفة كيف عندي مليون شغلة بدي اعملها وبدي اعمل هون بدي اعمل مئة الف شغلة فمنا جدول معين هذا الجدول خلانا اكتر نحدد ايش اولوياتنا اللي بدنا نعملها اول شي ابتدى باشي اسمه المعنويات المعنويات اذا هاي الوراء اللي انا بعتها المعنويات يعني شو هلا اذا انا عندي طريق لهناك وبيدي اوصله هذا الطريق ممكن احس انه في شوي تحديات اذا اتفرجت عليه قدي بعيد لكن اذا انا اتفرجت على وراء وشفت انا من وين جاي او ايش المسافة اللي اطعتها رح احس بتحفيز اكتر فاسمنا هذا الجدول لثلاث اشياء اول جدول خلانا نكتب ايش الخمس اشياء اللي احنا انجزناها يعني القيام بالانجازات بالنظر الى الثلاث شهور اللي راحوا او التسعين يوم اللي راحوا ايش الامور اللي انجزتها اللي خلتني احس بفخر خلتني احس انه اي اني انا اتشيفت سمثن عملت اشي عملت انجاز وفرحانة فيه نحدد ثلاث شهور الثلاث شهور اللي راحوا وتسعين يوم يعني مثلا عملنا مثلا هذا الشي الشغل بكا ارتوف ليفنج ببغداد وانه احنا خرجنا ستين امرأة ايش عملت ست اشياء لما بتفرج عورة او خمس اشياء بحس انه يا عملت اشي منيح وبرضو اني احس اني انا فيه لي بصمة اني قدرت اعمل شي هذا رقم واحد بعدين برجع بالخانة اللي بالنص برجع بكتب خمس اشياء اذا بتفرج عليها ايش اللي عم بيصير هلأ بحياتي مخليني احس انه انا واثقة من نفسي فرحانة اسمها الثقة بالنفس حاليا ايش اللي مخليني مبسوطة ندور عايشي اعطانا ثقة بحالي او بيستاهل انه او ايش عم بيصير معاي هلأ ما في حدا حياته كليتها مش منيحة الا فيه اجزاء معينة انه هاي الاجزاء هاي بتعطي الانسان ثقة بنفسه بتعطي الانسان فرحة فهاي الاشياء بنرجع نكتب خمس اشياء منهم والتالت اللي هو التحفيز ايش الاشياء اللي لتسعين يوم اللي جايين اللي لما افكر فيهم التالت الشهور اللي جايين عندي اشياء بدي احققها وبتخليني احس بحماس حالو هلأ لما اكتب خمسة هون وخمسة هون وخمسة هون بدأت انه اركز انه فيه بحياتي اشياء معينة بدي اركز فيها خالو بعدها باجي على كل خانة باختار واحدة من الخمسة هدول وبحط عليها دائرة مسلا بالتسعين يوم اللي مرقوا إيش أكتر واحدة من الخمسة فعلاً عم بتحسسني بالفخر أركز كمان عن الخمسة شو أكتر إيشي إكزاك اللي طلعت منهم واحدة خلتني أحس بالفخر الأشياء اللي عم بتصير معي حالياً إيش هم الخمسة أكتر واحدة فيهم خلتني أحس إنه أنا في ثقة بإنه يا الحياة كتير حلوة وفي نفس الوقت كمان التسعين يوم اللي جايين إيش أكتر شي أنا متحمسة لأله مجرد إني أحدد واحدة في كل خانة أنا بالنسبة لأني لما عملت هذا التمرين لقيت حالي هي نفس الإشي عم بعمله دايرة هون دايرة هون دايرة هون فعرفت إنه هاي أولوياتي هذا الإشي اللي أنا بدي أعمله مجرد إني أنا اخترت إشي الشي اللي أنا كتير مهتمة فيه بنزل مرة تانية لتحت في الجدول المكتوب فيه خمسة بكتب خمسة أكشن أو خمس تصرفات خمس خطوات إذا أنا عملتهم رح أمشي على هذا المكان ورح أكون واضحة أكتر يعني مثلا لتساي إنه أنا بدي أدرس إشي جديد إشي الخمس أشياء اللي أنا بدي أعملهم اللي رح يخلوني مركزة أكتر عشان أخلصهم بدي أسكر في الفترة الحالية الفيسبوك وبيدي أبعد شوي عن الواتساب لأنه هدول عم بيأخذوا جزء كبير من وقتي بدي رقم اثنين مثلا إنه أصحى الصبح بكير أكتر لأنه أنا من النوع مثلا اللي مورنينج بيرسن اللي بقدر أعطه أدرس أكتر إنه إذا دايما بخلق لنفسي وقت بخلق لنفسي مكان بختار الزون تبعتي عشان أقدر أحقق اللي أنا فيه ببلش أكتب خمس خطوات إذا أنا عملتهم بيساعدوني كتير مهم كمان إنه لما أكون ماشي بطريق أكون عارفة أنا ليه ماشيا لما يكون في عندي هدف أفهم ليه أنا بدي هذا الهدف فيه ناس كتير بيمشوا طريقه بعد ما بوصلوا بيحكوا تسرقهم بالحياة بيقولوا طب مش هذا اللي إحنا بدنا إياه إحنا كنا عم بنعيش حلم حدا غيرنا مش حلمي مش هذا اللي أنا بدي أعمله مش هذا اللي أنا بدي أسويه فكتير مهم إنه لما أحدد الهدف اللي أنا بدي إني أعرف بتلاقي في الصفحة التانية إنه مثلا ليه المشروع حد أو الإشي اللي أنا بدي ليه بدي أنجزه إيش رح يضيف لي هل فعلا رح يضيف لي إشي ولا هو بس كون أنا راضي من جوا بالموضوع هل هو فعلا حلمي زي ما قلنا ولا حلم حدا تاني لأنه كل إنسان ما بفرح من جوا إلا بإنجازه لحلمه هو مش لأحلام الآخرين بعدها فيه سؤال تاني إيش الفرق اللي رح يحدسه هذا الشي لما أنا رح أعمله هل فعلا رح يغير من أدائي هل رح يغير من المكان اللي أنا فيه هل رح يعطيني مركز أفضل هل رح يعطيني إشي أحسن فهذا كمان سؤال كتير مهم وبعدين مهم أني أنا أغمض عيوني وأشوف شكل الهدف اللي أنا حطيته قدامي كيف رح يكون شكله لما يكتمل هل هذا اللي أنا بديه وأسأل نفسي سؤال إذا أنا ما عملت هيك إيش رح أحس حلو إيش رح يأثر علي فهي الأشياء كلية بتساعدنا على أنه إحنا نجمع أشياء كتير بدل ما أنا هون وهون 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 all over the places بكون في مكان واحد وبلشت أركز أكتر يعني إحنا ممكن مثلا نبدأ بمشروع ونفكر أنه هذا الإشي البدناية ونتحمس له ونشتغل له وكل شي ولكن بعدين ما نيجي نخلص نحس أنه ما نبقى يعني ما حققتي يعني أنا مش راضي عن النتيجة فالواحد مثلا لو من قبل تخيل شو رح يكون موقع شو رح يكون إحساسه وبعد ما يخلص رح تختلف رؤيته لكل الأمور حببت كتير المبدأ يعني منحط إحنا جدوال قبل ثلاثة شهر إيش حققنا وهلأ حاليا إيش عم بيكون في حوالينا بيعطينا ثقة بنفسنا وبعد ثلاثة شهر إيش حبيين إنحقق ومنشوف من خلال هدول الجداول شو الأولويات أو شو الأشياء اللي بلفعل أسعدتنا ومنشتغل عليها أكتر بنحدد الأولويات من خلالها بالضبط لكل واحد برجع من تحت كل واحد بكتبله خمس خطوات أو خمس أشياء إذا أنا عملتهم بتساعدني إني أنتقل لهذا المكان أسرع فوقس أكتر حلو هلأ بس في شغلة بأرجع أركز عليها كيف الواحد يبعد عن المشتتات يعني أنت حكيتم موضوع السوشال ميديا بتشتت نبعد عنها يعني أنت عم تنصحي إنه إحنا تكت أوت يعني كل شي نقيمو يعني نفصل حالنا عن هذا المشتت بايل يعني هذا الحكي لما بكون أنا جوة شي معين بدي أمشي فيه يعني مثلا ما بيصير إن أنا قاعدة عم بدرس وات the same time قاعدة عم بالسوشال ميديا 100% حقه سعيتها بقدر أكون معها 100% إذا هلأ وقت إن أنا عم بصلي عم بعمل ميديتيشن عم بقرأ عم بدرس عم بشتغل أكون 100% بشغلي ما بيصير إن أنا أنا كنت واحدة من الناس اللي أنا أكون بالشغل وات the same time على الفيسبوك على الواتساب على البلاك بيري على هون ما كنت بعطي 100% صح بس ونس إن أنا قررت إنه تفوكس لما أدخل على الشغل بسكر موبايلي حلو هذا وقت الشغل وقت إني أنا طالع عم بمبسط مع ولادي مع صحابي هذا وقت صحابي ووقت ولادي صح مش مفوط ما كنتش داخل في بعض فلا بنستمتع لا بالقاعدة ولا بالقاعدة على كمان إكزاك إكزاك مظبوط هذا كتير مهم في شغلي كمان بحب أضيفها إنه إحنا ما بنقدر نتحكم بالظروف اللي بتصير حوالينا الظروف أحيانا بتصير بس اللي بنقدر نتحكم فيه هو الرياكشن تبعنا أو هو تصرفنا إحنا أو الرد على هذا الظرف اللي بيصير في معادلة كتير لذيذة بتقول إنه إفنت زائد رياكشن تعطي أوفر أوتكم بمعنى إنه الإفنت مش بييدنا إن إحنا نتحمل كيف نتحرك فيه بس الرياكشن اللي هو إحنا كيف تصرفنا بناء على هذا الإفنت اللي صار معنا أو الحدث اللي صار معنا هو اللي بيعطينا الأوتكم أو النتيجة اللي إحنا بدنا إياها صح يعني الإفنت لحاله الظرف اللي صار ما بيعطينا النتيجة النتيجة بتصير من ردة فعلنا للظرف الموجود بالزبط فهذا إشي إحنا بنتحكم فيه صح يعني أحيانا في ناس إحنا بتفرج عليهم معايشين دور المظلومين اللي إحنا طب ما وإحنا بتصار معاي هيك أنا كيف بدي أتصرف أنا ما هو أنا الظروف أنا الحياة أنا كذا لا لو الظرف صار معك لكن كيف أنت رد فعلك على هذا الظرف هو اللي رح يحكم الأوتكم اللي رح يطلع منه صح ميبني فهذا إشي كتير مهم يعني فيه كتير أشخاص بيقبضوا كل حياتهم إنه ليش يكسر معي ليش أنا هيك حظي ليش هذا الظرف بالذات مثلا لا سمح الله مرض موت ظروف خارجة عن إرادتنا الواحد بيضله يندب حظه هذا بالنهاية أنت بتقدر تتحكم فيه صح ردة فعلك لتكون النتيجة صح مزبوط وبرضو بقى يعني فيه فلوسفية كتير لذيذة يعني بتعرفي الأطفال الصغار اللي بيلعبوا اللي عمرهم 6 سنين لما إحنا الأهالي بنتفرج عليهم وما عم بيلعبوا وعم بيتخانقوا وإنت ضربت سيارتي إنتي كسرتي لعبتي ومغدينها كتير جدي وهاي راحت وإحنا منكون وقفين ورا عم نضحك إنه عايش عم بيتخانقوا مآخر اليوم رح تاخدي ولادك رح أخذ ولادك رح أخذوا يوم روحين على البيت عم بحيس إنه الله نفس الشي عم بتفرج علينا عم بيتحك عم بيقول عايش عم تتخانقوا ما في واحدة طالعة ماخدي جوزها اللي عم تتخانقوا وعم تعمل مشاكل ولا واحد اللي دابح حاله على حدا ولا ولادي ولا سيارة ولا بيت نفي أنا ماشي من هون ماخدي شي أنا جاي فترة زمنية محددة إني أمبسط فيها إني أعمل إشي كتير منيح فيها إني أساعد اللي حوالي إني أترك ذكرى منيحة لإني رح أمشي صح فإنه مش بستاهلة مش بستاهلة هي هاي الصورة مهمة يعني لو كل يوم إحنا نتذكرها من حل كتير مشاكل إنه ربنا من فوق قاعد عم بتفرج وفيه أمور إحنا نكون شدين عحالنا بس بالآخر ما في إشي ضايل حلو إنه نركز على هاي اللحظة يعني مثلا بأجواء الشغل قدام مرات بتصير مشاحنات وكذا ما منفكر إنه المهم بس أطلع من هذا المحل رح يذكروني بالخير أو رح أترك أثر حلو لا مش مهم إش تركت بس على صعيد العمل كمان على الصعيد الإنساني قديش مهم مزبوط وبردو برجع بحكي قصة دايما بحكيها إنه اللي بيصير من اللي قدامي هو مجرد رسول بيجي وصل لي نقطة معينة إذا أزعجتني معناها هو ما إله علاقة هو شيء جواي أنا علشان هيك هو لما إيجي ضغط عليه زي الجرح خلاني أنتبه لهاي النقطة صح فالصح إنه أنا لما حدا يجي يزعجني أدخل جوا نفسي وأسأل ليه أزعجني هاي الكلمة ليه أزعجني هذا التصرف أكيد إله علاقة فيه أنا مش فيه هو لأنه هو رح يروح رح يجي حدا تاني مكانه رح يعمل نفس التصرف رح أنزعج فهي مش أباوت الناس اللي عم تزعجني إتس أباوت مي وإجت بهذا الوقت لأنه هذا الوقت المناسب أنه أدخل جوا نفسي وأعرف ليه وأحلها جوا نفسي صحيح مزبوط أدي لازم نكون بالفعل عن جد على تواصل مع الشخص اللي داخلنا يعني ما ننكر مشاعرنا ليش أنت عصبت تحكي مع حالك ليش أنت عصبت هل من الشخص وإلا أنت أصلا معصبة يعني الواحد هذا التواصل هو اللي بيخلي يتصالح أكتر حتى مع الناس اللي حوالي 100% مزبوط وإذا أنا دخلت أكتر وعرفت ليه عصبت معناها بعرف أحل هذا الشي جواي وجوا نفسي أكتر صح هلأ أكتر إش أنت عم تركزي على الإرادة يعني إحنا لو بدنا نختصر كمان اللي حكينا عم نحكي أنه يكون عنا إرادة نقيم المشتتات من حياتنا إرادة أنه نتحكم بالأمور اللي راح تيجي ونتحكم كمان بردة فعلنا شو سر بالتواصل مع إرادة أنه هاي الإرادة يعني تسيطر علي في طريقة حلوة وأنا أسيطر عليها رابع عليك بتتذكري لما قلنا أنه إحنا نحدد إذا كان الهدف هدفنا ولا هدف حدا تاني غيرنا صح نفس الشي لما أعمل هذا تمرين لنفسي إذا كان فعلا أنا بدي هذا الشي ولا لا أعطي له ريت أعطي له درجة من واحد لعشرة قدي بدي إياه واحد من عشرة اتنين من عشرة قدي مهمة بحياتي إذا وصل عشرة من عشرة معناها لازم يكون عندي ولنك عندي إرادة أحط الصورة براسي أنه أشوف لما يكتمل هذا الموضوع إذا هي شهادة إذا هو عمل إذا هو تمرين إذا هو جم إذا أنا مثلا عم بروح على الجم عشان خاطر أنه تكون لياقتي الفتنس تعتي هلقت بهذا المكان كيف رح يكون إحساسي هاي السعادة مفروض هي اللي تصحيني الصباح هي اللي تخليني أروح على الجم هي اللي تخليني أعطي نفس الشي بشغلي إذا أنا أعطيت لهذا المكان وهذا الشغل رح أطلع البروجيكت تبعي بهذا المنظر مجرد أني أشوف هذا الشي هاي الإرادة ما بفرق بين إنسان ناجح وإنسان غير ناجح غير الإرادة هذا عنده إرادة الإرادة هي عم بتصحي الصبح وهذا مش فارقة عنده ما بدك تكون ناجح اللي بده يكون ناجح لازم إنه يكون حاطة هذا الهدف شوه قلبه شايفه مثلا من الأشياء اللي كتير مهمة وكتير حلوة أنا بتتبعها إنه بقص صورقة صغيرة وبحط القول تبعي على مراية الحمام وأنا طالعة من الباب بحطه قبل ما أطلع من الباب وأنا عم بسوق السيارة عطبلو السيارة بس أدخل المكتب عباب المكتب بس أفتح ما بسبب لك توتر بالعكس فوكس مور أنت هون بدك تكوني ما هو توتر لو كان مش أنت بدك إياه لكن لو هذا الهدف تبعك معناها أنت عم بتركزي أكتر هي ارجعي صحح لما يجي حدا يأخذك على مكان تاني ارجعي صح قدي مهم ما نلوم بالنهاية الظروف يعني إنه اللي بدنا إياه بالآخر لازم نوصل له صح وفيه برضو دائما نحكي إنه 90% بعقلك إيش أنت عم بتكبر الموضوع 10% من اللي بيصير فهذا برضو بيأكد إنه الموضوع بداخلنا الشخص بذاته بدون الأشياء المحيطة فيه هو بقدر يوصل هو بقدر ينجح حاله دائما نقولها مزهد شكرا إليك إيمان عيسى سيدة أمال ومعلم مع جمعية فن الحياة شكرا لحظور شكرا لك